دكتور محمد خليفة مستشار تطوير المنظمات والمجتمعات سيحدثنا اليوم عن سحر القيادة وما هي القيادة وأنواعها والمشاكل التي تمر على القائد وكيفية تطويرها وتحسينها أهلا وسهلا دكتور شرفتنا مثل دائما أهلا بك الله يعطيكم العافية جميعا شكرا للضيافة مرة أخرى أهلا وسهلا شرفتنا دكتور دكتور عم نحكي عن سحر القيادة فما هي القيادة تحديدا نعم القيادة هي التأثير في الآخرين وتحفيزهم على أداء أعمال لا يمكن تطبيقها من خلال الإدارات نعم أعمال خارج نطاق الإدارة وبالتالي القيادة هي سحر التأثير في الآخرين سحر الإقناع سحر التوجيه سحر التحفيز ومن ثم نقلهم إلى أداء أشياء أشياء هم يشعرون بالفخر للإنجاز لتلك الأشياء التركيز على النتاج التركيز على وجه التوجه المباشر باتجاه أهداف استراتيجية قابلة للتحقق من خلال قيادات قادرة على تحفيز الآخرين لأداء تلك الأعمال نعم دكتور حضرتك هون ميزت بين الإدارة والقيادة هل كل قيادة إدارة والعكس صحيح والغلق؟ هنا في لبس طبعا وتداخل بالأفكار ما بين القيادة وما بين الإدارة دائما نقول الإدارة من اليسار والقيادة من اليمين وهناك تشاركية وتكاملية في المؤسسات ما بين المدراء وما بين القياديين ولا يجوز الفصل ما بين الإدارة والقيادة هناك في المؤسسات عمليات تحتاج إلى إدارة وهناك عمليات تحتاج إلى قيادة لكن الفرق أن القيادة تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر الإدارة تتعامل مع الموارد سواء كانت موارد بشرية أو موارد مالية أو موارد قابلة واضحة يعني موارد تتعامل مع الأشياء أكثر من تعاملها مع الأفراد القيادة دائما تتخذ قرارات حاسمة الإدارة تتخذ قرارات مدروسة والإدارة تركز على حل المشكلات القيادات تركز على النتائج أو القفز إلى النتائج لذلك دائما نقول القياديين هم أشخاص قادرين على المغامرة لأن قاعدة القيادة تقول الحياة أما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء فبالتالي القيادة هي التوجه باتجاه الأهداف والدفع بهذا الاتجاه دائما وأبدا الإدارة تتعامل مع سياسات وإجراءات وتشريعات مؤسسية ضمن منهجية عمل وضمن هيكلية واضحة القيادة هي دفع الناس إلى الأمام دفع الناس للتوجه لتحقيق أهداف استراتيجية قد تكون موضوع من ضمن خطة الإدارة الاستراتيجية لكن القيادة هي القوة الدافعة لتحقيق تلك الغايات والأهداف الاستراتيجية جميل جدا يعني القائد شخص من حديثك جذاب شخصيته قوية شخصيته ممكن تكون متناغمة عصرية يتطلع إليها الآخرون يعني بعين الرضا وعين الاغتناع ودائما ممكن يكون مقنع هل حديث عن القائد والإدارة دكتور يجب أن يكون داخل المؤسسة وهل هذه المؤسسة يجب أن تكون مؤسسة عمل ولا ممكن يكون القائد هو بينه وبين نفسه أنا ممكن أكون قائد نفسي أو إدارة نفسي قائد عيلتي إدارة عيلتي هي نوعين من القادة فيه عندنا قادة رسميين نعم موجود قائد مجتمعي قائد داخل منظمته رئيس مجلس إدارة قيادي وهناك الـ informal leaders اللي هم القادة غير الرسميين القادة اللي الناس بتتبحهم بدون ما يكون عندهم سلطة يعني هناك سلطة مع القيادة وهناك قيادة بدون سلطة هؤلاء القادة هم القادة بالكريزمة القادة بالكريزمة بالمحبة بالحب بالتواصل بالقدرة على التأثير بالقدرة على الإلهام والتحفيز هذول بنسميهم قادة غير رسميين القادة الرسميين طبعا السلطة جزء والمال جزء يؤثر والمنصب يؤثر إلى آخره من الأمور فالفرق ما بين القيادة الرسمي وغير الرسمي في الإلهام دائما الإلهام للقادة المجتمعيين ونحن بصدق في مجتمعاتنا بحاجة إلى قادة مجتمعيين لا نحتاج إلى من يجلسون في الصفوف الأمامية نحتاج من يرفعون الصفوف الأمامية لتكون المكان الذي تجلس به هو الصف الأمامي دائما هكذا تعريف القائد المجتمعي للأسف الناس تتزاحم في المقاعد الأمامية وتترك المقاعد القيادية القيادة لا تعني أن نكون دائما في الأمام القيادة هي دفع الناس للتحرك بغض النظر وين بكون موجود عشان هيك القادة دائما بنقول هي لهب نحو النجاح بدفع من الخلف من الأمام من الوسط المهم يحفز الناس ويشعل حماس الناس من أجل تحقيق الغايات اللي هو بسعالها جميل دكتور القائد أو الإدارة أو القائد بصفة رسمية دائما السلطة ودائما التشريع يكون في صفه يعني هو صاحب قرار يعني في المؤسسة بيقدر يعطي زيادة بيقدر يعاقب بيقدر يعطي إنذار بيقدر يفصل واحد من الشغل فهذه السلطة اللي معطيها للقائد الرسمي نعم القائد الغير رسمي يعني محروم منها نعم لكن في قاعدة مهمة بتقول تستطيع أن تسحب الحصان إلى البحر لكن صعب أنك تقنع أن يشرب تمام القياد المحنك أو الحكيم هو القياد اللي بعطش الجمهور من أجل الغايات والأهداف وبالتالي أنا برسم أهداف أو رؤية استراتيجية بعيدة المدى للأتباع للفولورز للناس اللي بيتبعوني بالتالي برسم لهم أحلام عظيمة برسم لهم غايات استراتيجية قد تكون بالنسبة للبعض غير قابلة للتطبيق عشان هيك إحدى الأمور المهمة للقائد الحكيم أنه شخص عظيم بالاندهاشات دائما أقول أنه بما معناه الشخص أن تكون مثير للجدل أفضل من أن تكون مثير للشفقة نعم فالقياديين العظماء دائما مثيرين للجدل نعم لقيهم بعض أهداف وطموحات تكاد تكون بالنسبة لبعض أنه نوع من الجنون أعطيك مثال في فضائياتنا في الفضائيات تيت تيرنر أول صاحب فضائية CNN في العالم كانوا يتهموا أنه هو اللي بيشتغلوا معهم ثلة من المجانين يعني ناس شو بتحكي أنت شو فضائية في العالم وبلشت من شاحن صغيرة تقريبا خمسة فتيت تيرنر بدأ بفكرة يؤمن فيها والقياديين الحقيقيين هم الذين يؤمنون بالأفكار ويؤمنون تماما أن الأفكار لا تموت كثير من الناس للأسف أول مرحلة فشل يتوقف ويتراجع القادة لا بتلاقيه مستمر في نفس الطريق رغم أنه عنده رؤية لأنه بعيدة المذى وتختلف عن الناس القائد يمتلك حماس مختلف القائد يمتلك رؤية مختلفة تماما عن الآخرين القائد يكتشف العبقرية الموجودة في داخل الأتباع وهاي مختلفة عن المدير المدير ضمن إجراءات وضمن هيكل تنظيمي وضمن فلسفة إدارية بيشتغل وضمن شيء أطر واضحة القيادة دائما يخرج عن النص يعني في أحد القصص الغريبة يقال أنه كانوا مجموعة من العاملين في أحد المؤسسات بدهم يشقوا طريق في الغابة فالقائد الشجاع ينهض ويقول نحن في الغابة الخطأ حتى لو كان الأتباع يقولوا أنه نحن أنجزنا الكثير في الغابة حتى لو أنجزنا لا يهم السرعة في الإنجاز بقدر ما يهم أين نتجه وما هو الاتجاه الحقيقي لتحقيق الأهداف القائد الشجاع هو الذي يتوقف ويقول يجب علينا التراجع والانتقال إلى طريق آخر وهاي بحد ذاتها مش موجودة للأسف في قياداتنا الإنسانية والمجتمعية لأن معظم قادتنا المجتمعيين والمؤسسيين للأسف غير قادرين على تحمل المسؤولية والمساءلة وهذه جزء من سحر القيادة أصلا نعم أن تتحمل مسؤولية قراراتك أن تتحمل المساءلة للقرارات كنا قبل يومين في أمانة عمان نتحدث عن الحكم الرشيد والحكم الرشيد يتحدث عن القيادة الاستراتيجية والقيادة الاستراتيجية أصعب من القيادة بحد ذاتها فالمفهوم كبير وإذا بدنا ندخل في القيادات وتعريف القيادات بدنا ندخله وبدن برنامج كامل دكتور أنا استشفيت من حديثك أن القائد مستحيل يصنع إذا القائد صاحب رؤية وصاحب حماسه هو self-motivated يعني محمس داخليا الحماس بصحة من النوم بيكون متحمس لفكرة يقدر يحفز نفسه بنفسه ويقدر يحفز الآخرين 100% وهذا إنسان أمه ولدته قائد نعم لا هو فيه عندنا نوعين فيه عندنا 2% إلى 5% من الناس غير قادة بالمطلق يعني لو شو ما اشتغلت عليه هو شخص للأسف حيادي سلبي وبالتالي غير قابل للتأثير في المجتمع 2% إلى 5% غير فاعلين بالمطلق و 2% إلى 5% فاعلين بالمطلق هؤلاء اللي بتحكي عنهم great man theory بتحكي أن نظرية الرجل العظيم الرجل يولد ولا يصنع أو القائد يولد ولا يصنع 96% إذا افترضنا بالنص 2% من هون و 2% من هون 96% قادرين على إذا طورنا مهاراتهم إذا طورنا قدراتهم الشخصية والذاتية أو اشتغلوا هم كمان على أنفسهم بنقدر نصنع منهم قادة إذا تولدت عندهم الرغبة للقيادة جميل وهم إشي الرغبة والحماس لأنه قيادة الناس من الأمور للأسف الصعبة جدا فيه ناس بفكروا أنه نيال ومحظوظ كل من هو يجلس في موقف قيادي لا أنا دائما أقول أنه الله يكونوا بعون الناس اللي بيجلسوا في المواقع بيأكل همهم طبعا دائما بنظروا لهم الناس منظار أنه هو مرتاح لكن للأسف هو غير مرتاح كنا في أحد برامج القيادة الاستراتيجية نتحدث مع مدير تخطيط استراتيجي في أحد المؤسسات قل قدمت لمديري دراسي لمدة ثلاث سنوات ونقدم الدراسة من أجل الموافقة عليها وقبولها في العمل وهي دراسة تستحق التطبيق بيقول استقال مديري فجلست أنا مكان المدير نظرت إلى دراستي رفض لأني نظرت بمنظور القائد ومنظور المدير منظور المدير تماما للأسف يختلف عن منظور العامل بالتالي أنا أدعو من خلال قناتك أنه يا العاملين في المؤسسات قولوا الله يكونوا بعون المدرأ لأنه فعلا القيادة في مجتمعاتنا قيادة صعبة وتحتاج إلى مبادئ وتحتاج إلى قيم وهذه بحذاتها من الصعوبة نعم طب هذا الحديث دكتور بقدنا إلى أدوار القائد يعني القائد في مؤسسته أو في مجتمعه أو في الجماعة اللي هو قائد عليها رح يكون قاضي رح يكون معلم رح يكون إداري رح يكون ملهم رح يكون فيه له أدوار مختلفة يعني ممكن يلعب دور الأب والأم والأخ والأخت والصديق والشريك والمدافع يعني مليون ألف دور يلعبهم هذا القائد فما هي الأدوار الرئيسية التي يجب على القائد أن يلعبها في المؤسسة أول شيء التحفيز نعم قدرته على تحفيز الآخرين لتحقيق الأهداف اللي هو ضحها أصلا أو للرؤية الاستراتيجية اللي هو ضحها اثنين أن يمتلك الحماس وينقل أثر الحماس للآخرين جميل ثلاث الحب نعم نحن تحدثنا سابقا من خلال البرنامج كو عن القيم ومنظومة القيم بالعمل وركزنا على الحب كجزء من تلك القيم القيادة بالحب جزء من القيادة ولكن فقد الشئ لا يعطيه دكتور دائما فإذا القائد نحكي ما بحب حاله وبيحب الناس من الله يعني هو شخص محب أصلا صعب أن يصبح قائد من لا يحب نفسه لا يصبح قائد من لا يحب مجتمعه لا يصبح قائد مجتمعي بالمناسب تطغى على السطح تطغى على السطح ومن خلال البديلانجوج نحن نميز يعني إحنا لما نكون في جلسات عامة أنا كوني خبير في المجال أميز ما بين الصادق وغير الصادق من خلال لغة الجسد ومن خلال سحر الكلمات اللي بيستخدمها دائما القياديين القويين لهم تأثير بنغمة الصوت وفي الكلمات اللي بيستخدموها يعني فيه ناس بيكرر نفس الكلام يعني بتكون عارف شو بده يحكي بالتالي هو يحفظ سيناريو موجود وينقلوا إلى الناس في ناس لا بالعكس القادة الحقيقيين هو من يتحدث بحب من يتحدث بداخله حسب الموقف الكنتنجينسي تيوري النظرية الظرفية دائما تقول حسب الظرف أنا ممكن زي ما قلت لحضرتك نكون في وسط الغابة نقول لك لحظة احنا في الطريق الخطأ هنا القيادة الشجاعة وهنا بنجي بنقول القائد الحقيقي الملهم والمؤثر في الآخرين لأنه أنا بهمني بالمطلق التأثير في الآخرين شيء آخر بالنسبة للقيادة أنه القائد دائما ينظر أنه هو جزء من التغيير وليس هو التغيير أو التغيير بالمطلق هو جزء من المجتمع جزء من الفريق هو يحمس يشجع يتفاعل يتواصل يشمر عن ذراعي ويعمل عن ساعده ويعمل مع الجمهور للأسف في قادة متفرجين احنا في حاجة إلى المشاركة نعم بحاجة إلى التكامل بحاجة إلى المنطق في التعامل مع الأمور بحاجة إلى قيادة ترتكز على المبادئ نعم خصوصا في مجتمع غير متحمس دكتور يعني مجتمع هل توافق من الرأي حضرتك أنه مجتمعنا بشكل عام ينقص الحماس؟ يعني هي في فجوة بصراحة في فجوة ما بين القادة المجتمعيين أو من يظهر للسطح للأسف وتراجع بعض القادة المجتمعيين الحقيقيين المؤثرين في مجتمعاتهم أنا أعلم تماما أن هناك قياديين مجتمعيين للأسف يعني ما بناش ندخل كثير في الموضوع للأسف حتى القيادة العليا في الدولة تهمش تلك الكفاءة نعم وهناك منهجية في أنه نحيد بعض الأطراف القادة الحقيقيين هم من يتقبلون أفكار الآخرين حتى لو كانت تتناقض مع أفكارهم نعم وهذه نقطة كثير مهمة نحن للأسف في بعض مؤسساتنا من يتناقض مع أفكارنا نبعده في بناء الفرق أعطيك مثال بسيط كثير من نتناقش في موضوع بناء الفرق القيادة تركز على بناء الفرق ومعظم مؤسساتنا هو أنا خلل استراتيجي في مؤسساتنا معظم مؤسساتنا تركز على التناغم والتناسق نعم لو جيد قلت لك التناغم والتناسق بالفريق بتقول لي صفة إيجابية لكن ينسون الأهم ألا وهو التماسك التماسك أهم من التناسق والتناسق يعني أنا أجيب الناس اللي بتناغموا مع أفكاري واللي بسحجولي في الآخر وبسفقوا لمنجزاتي بدون ما يفكروا فيها أنا بدي فريق متماسك حتى لو متعارض معي في الرأي هنا الفرق ما بين التناغم والتماسق جميل جدا فبالتالي ندعو مؤسساتنا إلى بناء فرق متماسكة حتى لو اختلفت في الأعراق وفي الديانات وفي الأفكار ودائما التنوع مهم التنوع في فرق العمل مهم التكامل مهم القيادين الحقيقيين بأخذوا التنوع وبشتغلوا على تكامل ما بين التنوع معظم قادتنا المؤسسيين للأسف بيبعدوا الناس الناس اللي بتعارضوا مع أفكارهم بيظلهم إلى حالهم بيظلوا حواليهم فريق من السحيج للأسف يعني بالمصطلع فريق من السحيج يسفق لهم وبالتالي لا منجز وفي الآخر بيلاقي نفسه للأسف في وسط الطريق لوحده بينظر لورا ما بيجد أي حدا من هؤلاء الناس دكتور حديث ممتع وجذاب وأنا شخصيا بتمنى يعني أنه أنا شخصيا أكون مع حضرتك في فقرة في أيام قادمة ولكن للأسف الوقت كان أسرع منا شكرا جزيلا دكتور محمد ياتيك أفعافي شكرا لكم